إذا كان لديك مبلغ في حدود 6 ملايين واحترت في شراء هاتف في هذا الفيديو سأعطيك أفضل هاتف بسعر 6 ملايين أعتبره الأفضل وبدون منازع ولكن قبل البدء أرجو دعمنا بلايك للفيديو لتحفزنا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة الدقائق تقنية الهاتف هو الرلمي GT Master Edition وهي النسخة الخاصة التي تأتي بتصميم مختلف على النسخة العادية الهاتف جاء بسعر 6 ملايين لنسخة 180 جيجا مع 6 جيجا رام وسعر 6 ملايين و300 لنسخة 256 مع 8 جيجا رام صراحة أراه سعر مميز جدا لهكذا مواصفات وسأضع رقم وعنوان المحل لمن أراد الشراء الهاتف يملك مواصفات ممتازة وقوية وتصميم أنيق ومعالج قوي وكاميرات مميزة صراحة يتفوق على العديد من الهواتف الأغلى منه في السعر أولا التصميم صراحة تصميم أنيق ومبهر ومن أفضل التصميمات في هذه الفيه السعرية فهذه النسخة للهاتف تعتبر نسخة خاصة حيث من الخلف ستجد ثلاث كاميرات داخل مستطيل مع إنحناء طفيف على الأطراف وأيضا ستجد في ظهر الهاتف تدرجات على شكل خطوط مستطيلة في عرض الظهر ومن الأمام الشاشة تأتي على شكل ثقف أعلى اليسار وهو لكاميرا السيلفي وهذه النسخة بالذات تأتي بوزن 180 غرام وهي النسخة من الجلد باللون الرمادي شاشة الرلم GT Master Edition مميزة بصراحة حيث تأتي بحجم 6.43 إنش من نوع أمولود تدعم وعدل تحديث ممتاز يصل 120 هرتز وتأتي بجودة Full HD Plus وبدقة عرض 2400 في 1080 بيكسل مع كثافة بيكسلات 409 بيكسل كل إنش ولديها صطوع جيد تحت شعة الشمس يصل 1000 نيتس بصراحة الشاشة تتفوق على العديد من الشاشات في هذه الفئة السعرية على العموم الشاشة ستقدم لك تجربة استخدام جيدة أيضا الهاتف لا يدعم تركيب الذاكرة الخارجية ويدعم منفذ 3.5 مم ومنفذ اليسبي من نوع Type-C وللأسف الهاتف يدعم صوت سبيكر عادي وليس ستيريو أيضا الهاتف يدعم تقنية NFC وبالنسبة للآداء فيأتي بمعالج قوي وهو Snapdragon 778G يدعم 5G ويأتي بدقة تصنيع 6 نانومتر مع المعالج الرسومي Adreno 642L المعالج يتفوق على معالجات سناب دراجون 765 وسناب دراجون 750 وقريب من معالج دمين ستي 1200 بمعنى آخر الهاتف رح يقدم لك تجربة آداء مميزة ورح يشغل لك جميع الألعاب بدون أي مشاكل وقد حصل على منصة أنتوتو على أكثر من 529 ألف نقطة كما أنه يأتي بعدة خيارات للتخزين 180 جيجا مع 6 أو 8 جيجا رام و256 مع 8 جيجا رام أيضا الهاتف يتميز بتوسيع الذاكرة إلى 2 أو 3 أو 5 جيجا بايت وبالنسبة للبطارية فتاتي بحجم 4300 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 نواب أي يشحن الهاتف بالكامل في ظرف 33 دقيقة فقط وهذه المرة ستجد بصمة الأسبع في أسفل الشاشة كاميرات الرلمي GT Master Edition تأتي بثلاث كاميرات في الخلف الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدس A1.8 والثانية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل لتصوير الواسع والكاميرا الأخيرة تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل وهي للماكرو الكاميرات الرح تقدم لك صور ممتازة جدا أيضا الكاميرا تصور الفيديو بدقة 4K بمعدد 30 FPS وتصور بدقة Full HD بمعدد 30 و60 FPS وبالنسبة لكاميرا سيلفي فتاة بدقة 32 ميجا بيكسل تدعم الـ HDR والبانوراما وتصور الفيديو بدقة Full HD بمعدد 30 FPS ومن أهم المنافسين للهاتف هو هاتف شاومي 111 Lite 5G وهاتف سامسونج A52 على العموم هاتف الجي تي ماصطر هاتف مميز يقدم وصفات جديدة مقابل السعر ولكن أكيد أن لكل هاتف مميزات وعيوك ومن أبرز المميزات الموجودة في الهاتف هو التصميم تصميم عنيق جدا ومبهر أيضا الهاتف لديه شاشة ممتازة ومعدل تحديث عالي وسطوع قوي جدا أيضا الهاتف لديه بطارية جيدة مع سرعة شحن سريعة واجهة الرلمي UI سلسة وسريعة ولديها الكثير من التخصيصات الهاتف لديه معالج قوي رح تقدم لك تجربة آداء جيدة وآخر ميزة وهي الكاميرات رح تقدم لك صور ممتازة سواء في وضع النهار أو الليل وأما العيوب فهي كالتالي للأسف لا يجد حماية للشاشة معلن عليها من طرف الشركة ولا يدعم صوت استيريو وهذه النقطة السلبية بصراحة وآخر عيب موجود في الهاتف هو أنع جودة الفيديو ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية وفي الأخير ادعمونا بلايك للفيديو لتحفيزنا على تقديم المزيد دمتم في رعاية الله وحفظه